موسيقى مرحبا مشاهدين الكرام ما زلنا حول مفهوم السنة معنا الدكتور محمد نيزوب محمد صالح دكتور فيما يخص عملية التدوين هل نحن بحاجة إلى عصر تدوين جديد هل نحن بحاجة إلى إعادة تدوين السنة بمناهج جديدة بطبيعة الحال أنا أعتقد ذلك وأدعم أنني أشتغل على هذا الفعل منذ فترة بضعة من السنوات وهو لا يقتصر على إعادة لتدوين السنة أو تدوين الحديث وإنما هي دعوة إلى عدد تدوين العلوم الإسلامية كون أن الفترة التدوين الأولى كانت لها اهتماماتها وهواجسها واعتباراتها وأهدافها التي تخص تلك المرحلة من تاريخ المسلمين ومن ثم إذا ما أراد المسلم المعاصر أن يعيش في زمانه ومعاصرته فلابد من أن يعيد النظر في علوم تجيب على تساؤلات هذا الزمان ومن هذه العلوم بطبيعة الحال هي العلوم المتصلة بالسنة ومن ثم لا بد من هذه الضرورة أما الاستمرار على ما أنتجه هؤلاء الأوائل وبما فيه من ملاحظات فإنه سيوقع الفكر الإسلامي في تناقضات كبيرة خاصة مع حركة العلم المعاصرة هذه ومن ثم تصبح الرواية هذه مدخل لأعداء الدين للنيل من الدين كما يفعل الاستشراق والاستشراق الجديد ومن تبعت من أبناء المسلمين إلى آخره عندما ينفذوا إلى نقضة التصورات الدينية من وراء نقضهم لكثير من الروايات الحاضرة فإذا ما نحن نرى في واقعنا المشاهد والكتابات التي تكتب والرسوم التي ترسم ونقوم ونقعد ونجوط الدنيا ثم نصدم أن معظم هذه التصورات هي موجودة في البنية الحديثية تصورات سيئة حول النبي صلى الله عليه وسلم تصورات سيئة حول القرآن وتنتقص منه تصورات يعني حول تاريخنا الديني على وجه القصوص هذا وجه الإشكال أنه هذه الكتب مع كل المجهودة الذي بزل فيها من قبل هؤلاء الناس إلا أنها لا تحتوي على الغراجب والعجائب والمتناقض وما هو أسطوري وما يخالف بديهيات العقول وما يخالف العقل الذي تكون عندنا في الزمن الحاضر فعلى سبيل المثال يعني وكما ذكرت هناك الكثير من الروايات التي تسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وبالتالي توظف حتى في الرسومات هذه التي هاجى الناس ومج فهي في أصلها لها أصول متصلة بالرواية وهناك روايات إذا ما قرأتها في كتب الصحاح هذه تنتهي إلى فكرة تحريف القرآن نفسه فتقول أنها كانت في آية كذا وأكلها داجين وكثير من الروايات بهذا المعنى وهناك روايات القرانيق وهناك روايات تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض للسحر وأنه كان رجلا مسحورا وبالتالي هذا يخدح في أمانته في توصيل الرسالة إلى الناس إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى آخره وهناك روايات كثيرة في نسيان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لليلة القدر ما مقداره أم الروايات حول حرية العقيدة ونزول المسيح والمسيح الدجان نفسه والمهد المنتظر وعذاب القبر وروايات في الترغيب والترهيب وروايات عن الساعة وقدومه والوائدة والموؤودة في النار والفرقة الناجية والأبدال والروايات في القضايا السياسية التي تنتهي إلى الطاعة العميال الحاكم ولو ضربك على ظهرك ولو أكل مالك إلى آخره من هذا النوع من الروايات التي تنتهي إلى الاستبداد السياسي وروايات الأئمة من قريش وروايات العصمة عند الأئمة كما هو الحال عند الأشياء وروايات في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة وفي أمور متصلة بحياة الناس كانوا يقال فيها وتنسى فيها الرواية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنسب باعتباره جزء من البنية الدينية ويأتي الأوان ليكتهي خبرة الإنسان إلى أنها غير صحيحة وبالتالي يحاسب الدين باعتبار هذه الاعتبارات طالما أن الأمر كذلك فلابد من الشروع في مشروع آخر لتدوين الحديث النبوي هذه واجب أخلاقي وواجب ديني شرعتهم في ذلك نعم واجب معرفي أيضا على الأجيال اللاحقة من أبناء المسلمين القيام بهذا العمل لأنه في اللحظة التي نترك هذه الرواية المحسوبة على الدين بهذا الشكل فبلا شك أننا سوف نخضع مجتمعاتنا إلى ما أخضعت له المجتمعات المسيحية يوما ما من الأيام عندما نفرت من الدين بسبب أنه كان يخالف عندها حقائق استقرت عندها بصفة كبيرة لحسن الحظة أن الإسلام لن يتعرض إلى ما تعرضت له المسيحية باعتبار القرآن الكريم اليقين المصدر إلى آخره لكن هذه الروايات هي ليست على سبيل اليقين من جهة غرودة بالنسبة إلى قيلة فهي رواية ظنية الثبوت عن النبي وظنية الدلالة بأي درجة هذه الروايات وهذه الأحاديث كانت قريبة أو بعيدة عن النص الأول النص القرآني وبالتالي تأسس تعارض لاحقا بدنا نرى تعارضا في كثير منها مع كليات القرآن مثلا مع آيات القرآن هذا هو المشكل كما ذكرنا في الحلقة السابقة أن المحدثين كانوا يهتمون بالسنة فروايات مثل روايات الرجم مثلا كانت صحيحة من حيث السنة ولكنها غير صحيحة من حيث المتن عندما نضاهي ذلك بالقرآن الكريم وعلى ذلك قس الكثير من الروايات التي ذكرنا قبل قليل مما يجعل أن هذه الحالة ليست حالة رواية واحدة أو اثنين يمكن قضى الطرف عنها والذهاب بعيدا عنها ولكنها ظاهرة مستشهرية في الرواية أنا جمعت أكثر من مئة موضوع في موضوعات لا أقول مئة رواية مئة موضوع إذا ما قمت بعملية مقارنة ما بين محتوى هذه الروايات من ناحية وما بين دلالات القرآن وسياقات القرآن من الناحية الأخرى فإنك تجد تعارضا كبيرا ما بين هذا المستوى وذلك المستوى من الهداية مما يجب القيام بهذا العمل وظن أن البداية في هذا العمل يجب أن تبدأ بالرهان على مسألة المتون أكثر من رهانها على مسألة الأسانيد والسند يعني الرجال وما إلى ذلك كون أن هذه المادة التاريخية موجودة في كتب الحديث في كتب التاريخ في كتب السير في مختلف المصادر التاريخية هي موجودة ولكن نسبة هذه المادة إلى الرسول هذا محل التساور وهنا يأتي عمل العقل وعمل المنهج وعمل الطريقة التي تحاول أن تنتهي إلى محاولة أخرى لتصحيح هذه الروايات بضرورة يجب أن لا نراهي كسيرا على مسألة السند باحتبار أنه استقر وانتهى الأمر وليس من أحد مننا يمتلك سندا خاصا به حتى يعني يوصله إلى قائل إيصال فكل ما هو موجود إننا هو هذه المدونة انتهى الأمر إلى كتابين كبيرين جدا ومرجعين في موضوع السنة هما البخاري ومسلم إلى أي درجة هذا الاعتقاد يعني كتب صحيحة وهذه الكلمات التي نسمعها يعني أصحى كتاب بعد كتاب الله بخاري ومسلم يعني كما ذكرنا في المرة السابقة أن هذه الكتابات في عصرها كانت عرضة للمراجعة والنظر من قبل المحدثين لا سيما دار قطني وكثيرين يستدركوا على البخاري فيما يتصل برجاله الذين كان يورد عنهم وكذلك استدركوا على مسلم لكن أظن أن هذا العمل هذه المرة يجب أن لا يكون قاصرا على دائرة كتب مصادر أهل السنة وإنما يجب أن يكون شاملا لكل مذاهب كتب المذاهب الإسلامية ككل لأن واحدة من المشكلات التي أوقعتنا فيها هذه الكتابات أنها كرست لحالة المذهبية في المجتمعات الإسلامية على وجه العموم ومن ثم فإن واحدة من آفاق هذا المشروع المتجدد هو الدعوة إلى الخروج من حالة المذهبية هذه سواء كانت أهل السنة والجماعة أو سواء كانت التشيع أو سواء كانت الإباضية إلى خرية المذاهب الأخرى التي قل عدد أنصارها في الحاضر ومن ثم يجب أن يكون هذا العمل شاملا لكل من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مصدر من المصادر سواء في كتب الحديث أو في كتب السير أو في كتب التاريخ وكتب الحديث في كل المذاهب عندنا في العالم السني البخاري ومسلم والمسانيد والسنن إلى آخره وكذلك في العالم الآخر شيعي في عالم وصول الكافي وابن بابويه وغير ذلك من المصادر وابن أبي الحبيب عندما نسميه مصطلاحا بالخارج إلى آخره فيجب أن تضح هذه المادة مرة أخرى ونجرى عليها البحث ونحاول أن ننتهي إلى مدونة متماهية مع القرآن أو تكاد طالما أننا سنبزل جهدا بشريا فإن هذا الجهد البشري سيكون جهد بشري تماما كما كان جهد الأوائل ولكن هذه المرة سيعتبر بعبرة الأوائل كون أن عبرة الأوائل كانت على مسألة السنة واليوم سنعتبر بعبرة المد ولدينا مصدر ثابت ومستقر الذي هو القرآن الكريم ومن ثم نعمل على مضاهات هذه الروايات مرة أخرى بروايات القرآن طب طبيعة الحال نحن لا نقول أن الأوائل لم يقوموا بهذا العمل ولكن نقول أنه لم يكن مكتملا ولم يكن على النحو الذي يجنبنا هذه الموضوعات التي وردت في كتب الصحيح في كل مذاهب الإسلام فإذن ما هي القواعد المنهجية التي يجب أن يشتغل عليها في هذا العمل المتجدد أقول أن القاعدة الأولى هي قاعدة الاتساق مع سياقات القرآن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المبدأ لا يمكن أن يصدر عنه قول يعارض رسالته وهو رسول الله إلى الناس ولا يمكن أن يقول قولا آخرا خلاف القرآن مناقض للقرآن هذه مسألة بديهية وليس فقط بالنسبة للرسول العظيم حتى بالنسبة للإنسان العادي هو لا يمكن أن يكون إنسانا متناقضا لأن الحق لا يناقض الحق وإذا كان الروايات التي تنسب له والأحاديث تبحث عن الحق فإن هناك حق ثابت بالحق أنزلناه وبالحق نزل هذا الحق لا يمكن للرسول الذي حمل رسالة الحق إلى الناس أن يأتي بكلام أو أفعال أو تقريرات تخالف ذلك الحق فتبدو هذه القاعدة مهمة الاتساق مع سياقات القرآن تضع الرواية قياسا عن قرآن الكريم عن القرآن وهذا ما كان يفعله الصحابة عنفسهم يعني هم ما كانوا يشتغلون بالسند وإنما كانوا يعرضون الروايات التي يسمعونها من بعضهم البعض على القرآن ولم يكونوا يسألون عن مما إذا كان هذا الشخص عدلا أو غيرا لم يكن منهج الإسناد وآلية الإسناد وإشتغال المشتهر عندهم بل كانوا يعرضون الروايات متى ما أتتهم على القرآن وكبار الصحابة كانوا يفعلون ذلك عمر بن الخطاب والسيدة عيشة عندما سمعت الرواية التي تقول إن الميت ليعزب بكاء أهله قالت والله ما هكذا الكلام لا تزير وازرة وزراء وكثير من الروايات عشرات الروايات مئات الروايات متى ما عارضتها على القرآن فإنك سوف تجد أن هناك اختلافات كبيرة فيما يتعلق ب دلالتها وضمونها بالقياس إلى القرآن فهذه القاعدة مهمة الاتساق مع القرآن وهذا كان فعل الصحاب وكان فعل الأصوليين والفقهاء في كثير من الأحيان عندما كانوا يمرون على رواية حديثية ويرون فيها خلل أمام في المضمون فإنهم لا يشتغلون بها كثيرا ويذهبون ويطبقون قواعدهم قواعدهم الفقهية أو قواعدهم الأصولية هذا العامل كان حاضرا ولكن للأسف هيمنت المدرسة الحديثية هذا في الفضاء الثقافي ككل وشكلت الوعي الحاضر عندنا إلى الآن ولا تدار توزي وجداننا الديني وتغزي عقلنا الفكري إلى آخره وهي المهيمة ومن ثم لا بد منها قاعدة أخرى هي قاعدة يعني نسميها قاعدة عبرة التاريخ الله يحدثنا في القرآن أن نعتبر بالتاريخ سيروا في الأرض وانظروا كيف بدأ الخلق بدأ الخلق في الطبيعة وكان يحدثنا عن سيرة الماضية عن أقوام الأنبياء وأقوام الرسل وكيف أن السنن نهضت به وسنن أخرى يعني سقطت به كيف كان عاقبة المكذبين نعم مآلات الأمر العاقبة العاقبة هذه كانت حاضر العاقبة هذه لا تخص المجتمعات ما قبل المسلمين وإنما تخص حتى مجتمعات المسلمين بما بالاعتبار فعندما تأتي رواية مثل المهدي المنتظر هذا فنحن نفهم كيف فعلت بنا الأفعيل وأصبحنا مجتمعات عايزة عن الفعل وعن الحركة ننتظر المخلص والمهدي المنتظر الذي سوف يأتي ليملأ الأرض عدلا بعد الملياد جورا حتى في السودان هنا جاءنا مهدي المنتظر ولولا ذلك لما تبعه الناس هذه أشكلت في بنيتنا الاجتماعية وفي بنيتنا الثقافية وكذا فعبرة التاريخ مهمة وهي مشتقة من القاعدة الأولى كذلك كون أن القاعدة الأولى في الأساس معنية بالاتساق مع القرآن والقرآن هو كتاب الوجود الذي يفسر العالم يفسر التاريخ فهناك كتاب وهناك كتاب وهذا له مادته وذلك له مادته ومن ثم فالاعتبار بالتاريخ هو أيضا عبرة أشار إليها القرآن وهي عبرة إنتهى إليها العقل نعم فيما يخص السنة يعني التعريفات التي جرت سابقا للسنة وكشيء مطابق للحديث وأسس ذلك لاحقا لغويا الإمام الشافعي السنة بأن جعلها مطابقة أيضا للرواية والحديث كونها وحيا ثانيا يعني كما ذكرنا أنه فهم الحديث على أنه هو السنة والواقع أننا لا نستطيع أن نذهب بعيدا للمطابقة ما بين الحديث والسنة فليس كل سنة حديث في هذا الأحيان السنة عملية أصلا ليست رواية على الإطلاق أو هي إقرار لفعل فعله أحد الناس ومن ثم لا يمكن أن نقول أن السنة هي حديث وليس كل حديث سنة بمعنى أن كل كلام قيل سيترتب عليه عمل ومن ثم لا بد من فك الاشتباك ما بين المفاهيم التي تحوض بالسنة كمفهوم الحديث كمفهوم البدعة كمفهوم الأثر كمفهوم النبأ كونها المفاهيم التي فهمت على أنها هي مفاهيم مترادفة مترادفة وأدخلت في المعنى العام للحديث والواقع أن هذه المسألة هي طارئة على تاريخ الفكر الإسلامي ككل كون أن الأوائل كانوا يميزون ما بين المحدث وما بين الفقيق صاحب السنة وكانوا يقولون هذا إمام في السنة وإمام في الحديث وإمام فيهما معا مما يعني أنهم كانوا يميزون بين هذا وما بين هذا ولكن ما معنى الحديث وما معنى السنة دعونا نرى المعنى دي بعد الفاصل مشاهدين أنك الآن مفاصل قصير وأن نواصل هذا الحوار موسيقى 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 كل الناس هي في النهاية سنة لأنه تعرف السنة هي كل ما سبت عن النبي من قول أو فعل أو إقرار طيب هو سبت عن النبي يعني أي ناس عندهم حاجة سبتت بالنسبة لهم يعني الشيعة عندهم ما سبت والسن عندهم ما سبت والإباضية عندهم ما سبت وكل زول عندهم ما سبت سبت كيف؟ سبت بيض الطريقة الناس التكسيمات حصلت من هنا يعني بالنسبة لهم سبت لأنه فلان فلان بالنسبة لنا ناس معتمدين وعشان كده صدقناهم فسبتنا المقول اللي قالوا بالنسبة للشيعة انه فلان فلان اللي قالوا لنا ده ناس معتمدين وبالنسبة لنا الكلام ده سبت بالنسبة لغيرهم من الطواف بيكون كده طيب معناه أي ناس عندهم اللي هو جيها أثبتت لهم الحاجة على النبي يعني فأنا بفضل أني أكون مسلم يعني اللي بحث أنه سبت عن النبي هو بالنسبة لي سابت طبعاً نحن اللي نتكلم عن السنة هو الحاجة في البداية نحن اللي نتكلم عنها بغض النظر عن الدين تخصص وما تخصص والكلام الشائع منظمنا نحن كمجتمع المسلم الدين متاح للجميع أي زال من حقه إنه هو يدرس الدين طيب من المنطلق ده نحن نقوم نعرف السنة زات شم يعني إنه كل ما ورد عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير أو كده على حسب التعريف الشائعين معظمنا نحن كمجتمع المسلم دي حاجة الحاجة الثانية مفترض لما نتكلم عن السنة برضو يعني لما نرجع لأصلها بعد كده نتكلم عن السنة زاته بداية الحقيقة كانت متين لما نتكلم عن السنة الاهتمام بتدوينها والكلام عنها وكده تمام؟ ثم بعد ذلك بعد كده يكون فيه اللي هو عرض السنة على الغرآن بعد كده فهنا حتتضح مفترض تتضح كل اللبس اللي بيحصل في فهم السنة زاته كمرجع من المرجعات نحن كمجتمع مسلم بناخد باع واقعيا خلق إشكالات كبيرة جدا جدا نتكلم أنه نحن فيه كمية من الأحاديث اللي هو أصل الآن موضع خلافات كبيرة جدا جدا فمن هذا المنطلق أنا أقول أنه الناس لو رجعت للسنة زاته التعريفة وهي السنة ماهية زاته وأنه السنة دي خلينا نقول نتكلم عن صلاحية بعد كده فهنا بعد كده هتتضح الفهم بأن مسألة السنة زاته كمرجع هي حد هاوين مقارنة بالقرآن طيب فنقول مثلا الشاي عندنا نحن كمجتمع مسلم أنه السنة يعني فيه أشياء ما كانت مفسرة موجودة في القرآن جاءت تضحت في السنة دي في حديثات على خلافات كبيرة جدا هسي بدأت تضطح في زمنه في نقاشات وفيه مراجع من الناس بيتكلم عن المسألة دي نقول أنه مثلا بيقولوا أنه والله يا أخي الصلاة هي جاءت بالسنة الكيفية بتعطي الصلاة الحركية جاءت بالسنة واستناداً عن الكلام ده هم لازم يسبتوا أي كلام عن السنة طيب نحن نقول يا أخي مثلا أن الحديث عن علامات الساعة هي حق وأنها هي صحيحة وكذا استناداً عن شن؟ استناداً عن أن يا أخي الصلاة جاءت بالسنة لما تجد الكلام عن الساعة في القرآن حديث تلقى أنه في القرآن كلها لا تأتيك إلا بغطة إلا بغطة إلا بغطة ما في أي علامات يتكلم عنها بعد كذا يبدأ الشغل بتاع تاويل وأشراط الساعة والكلام ده كله لا نحن نتكلم عن حاجة لازم تجي بدليل قطع لما نكون في كلام عن مسألة الساعة لازم يكون بدليل قطع تيت ترجع للسنة والتعريفة وعلى حسب ما قالوا العلماء المسلمين أو العلماء الحديث إن السنة يعني مظنية السبوت لما تيت تتناولها في أمر لا بد يكون قطعي ستكون فيه إشكالية زي المسألة بتاع علامة الساعة وكل ما نتكلم عن علامة الساعة وجاي فيها استناداً على النص الغرآن الأول تجد فيه معارضة كبيرة من المسلمين لكن نحن في زمن حقيقي أنه لا بد الفرد لا بد من أنه يطلع بين نفسه ويتناول كل المفاهيم والتعريفات تناول أكاديمي عشان كل الالتباس في الفهم يتضح تماماً موسيقى مرحباً بكم من جديد الحوار يتصل محمد المفهوم السنة معنا دكتور محمد بيزو محمد صالح دكتور الفارق التعريفي المنهجي والواضح والجوهري بينما السنة وبين الحديث السنة لها تعرفات كثيرة عند المشتغلين بهذا المفهوم في موضوعاتهم نعم فاللواويون مثلاً يعرفون السنة باعتبار السنة الطريقة المحمودة التي عليها الإنسان كانت محمودة أو كانت مزمومة ومنه سنة الطريقة أو شراه ومنها السقالة بمعنى الرعاية والتعاهد وإلى آخره ففهمت السنة بهذا المعنى العام عند اللواويين أما عند الفقهاء فكان مفهوم السنة متصل بالأحكام الشرعية الروايات التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة استخراج الأحكام الشرعية من هذه الروايات فالسنة كانت عندهم مجموعة الأحكام الشرعية المستخلصة من مجموعات الروايات الأصوليون كانوا ينشغلون بالسنة من جهة أنها التراتيب المتصلة بالتكاليف الدينية الأحكام التكليفية فكانوا يحاولون أن يضعوا هذه الأحكام على سبيل الوجوب على سبيل الندفة هل هي مباحة هل هي محرمة هل هي واجبة فكانوا يشتغلون في مفهوم السنة بهذا الدرج الرأسي أو التدرج الهرمي فيما يتعلق بالأحكام أين موقع هذا الحكم هل هو من باب المباح من باب المحظور من باب المحرم إلى آخره فاشتغلاتهم كانت هي على هذا النحو لكن المحدثين توسعوا في مفهوم السنة فأدخلوا فيها الأفعال والأقوال والتقريرات والرواية والخلق النبي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي كلها أدخلوها في معنى السنة فهنا في تقاطع ما بين على الأغل تقاطع جزء من مفهوم الفقهاء والأهل الأصول من ناحية والمحدثين من ناحية الأخرى فالأصولين ما يدخلوا الأسيرة في السنة والمحدثين يدخلون هذا في السنة مما يعني أن هذه المعاني لم تكن مستقرة وإنما استقرت لاحقا بعد ذلك وهناك اتخذت طابعا عقائديا بمعنى أنهم سنة بدل من يكون اشتغالات ضد طبيعة معرفية متصلة باللغويين أو ضد طبيعة فقهية أو أصولية عند الأصولين أو حتى ضد طبيعة رواية عند المحدثين تحولت إلى موقف مذهبي فأصبح تطلق على طائفة من الناس على أنهم هم أهل السنة والجماعة ولابد من أن نفهم هذا المخزون المختبئ وراء هذه الدلالة أن كل ما لا ينتمي إلى هذا فهو خارج عن السنة وخارج عن الجماعة والجماعة تعني المجتمع السياسي السلطة السياسية ومن ثم تحولت إلى نوع من الرابطة السياسية والرابطة المذهبية وفي المقابل كان الشيعة يقولون بروايات التي أيضا لا تقبل إلا إذا جاءت عن طريق مصادرهم هم فأصبحت الرواية هي مادة للصراع والسيال المذهبي ما بين الطائفتين ومحاولة احتكار الثقافة احتكار المشروعية السياسية احتكار الوعي فالكل يزعم أنه صاحب السنة والآخر هو مبتدع وذلك يقول أنه صاحب التشيع الذي عليه آل البيت والآخر هو ليس على هذا المنح من المناحي فمفهومات السنة ليست مفهوم واحد يعني مستقر على نحو ما لكن المشترك في كل هذه التعريفات أنها وضعت في التاريخ لكن إذا ما ذهبنا لنبحث عن مفهوم السنة في القرآن فإننا لا نجد هذا المفهوم حاضرا فيما يتعلق بفهم القرآن للسنة أو تفسير القرآن لفكرة السنة هذه فالقرآن يحدث عن السنة باعتبار القوانين التي تحكم التاريخ سنة الذين من قبلكم لن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلة و من ثم فعندما ينطق القرآن بالسنة فهو يحدث عن القوانين الطبيعية و يحدث عن قوانين اجتماعية قوانين الأخلاقية قوانين الإيمان قوانين الكفر السنة التي متى ما اتبعناها أصبحنا مؤمنين و متى ما اتبعناها أصبحنا كافرين وسنة النبي كفعل قام به إذا القرآن هو فعل يذهب بنا نحو فضاءات الإيمان و التوحيد إلى آخره و من ثم فإن السنة هي دائما المقاربة القرآن السعي لتكسيد القرآن في الواقع في التاريخ الطريقة التي نبتدع بها فعلا ما من الأفعال إذا القرآن فعندما يصل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فهو يسن لنا طريقة معينة نؤدي بها هذا الأمر الإلهي في القرآن الله في القرآن قال أقيم الصلاة و آت الزكاة لكنه لم يحدد لنا كيف نقيم هذه الصلاة فتأتي السنة بفعل النبي كيف نصلي هذه الصلاة و تلك الصلاة و كذا و ما هي المقادر التي نستخرج من الزكاة و كيف نأخذ مناسكنا في الحج مثلا أو نتوضى إلى آخره فهذه السنة عملية الترجمة المباشرة و التبية المباشرة للهدايا القرآنية في الواقع فيما يتصل بالعبادات أو في المعاملات أو فيما يتصل بالتصورات و البنيات الاجتماعية و السياسات الاقتصادية و هكذا لكن السنة فهمت على أنها فعل ماضي في التاريخ و الواقع و الحقيقة أن القرآن دائما ما يأمرنا بضرورة سن السنن لإحلال الحقيقة القرآنية في واقع فعل حي و ديناميكي متحرك و مستمر إلى يوم القيامة استجيبوا لله و الرسول إذا دعاكم لما يحييكم فهذه الاستجابة دائما مستمرة ليس فقط استجابات النبي فقط استجابة النبي تتظل هي استجابات خالدة لأنه الرسول المبلغ للرسالة لكن هناك آيات أخرى في القرآن لم يستجيب لها النبي ماذا نفعل؟ علينا أن نستجيب نحن أيضا إلى هذه و من هنا فمن سن سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة فكيف يمكن أن نحدث هذه المفارقة ما بين مفهوم القرآن للسنة من ناحية و مفهوم المحدثين أو اللعويين أو الأصوليين لفكرة السنة مما أدى إلى توقف السنة نفسها و تحولت من كونها الفعل الاجتماعي الذي ينشد الإصلاح و ينشد نهضة المجتمعات إلى أنها مجموعات المحفوظات التي نرددها كل حين أو تلك القواعد الفقهية التي تستدعى متى ما استدعت الحاجة الجزئية إلى هذه القاعدة لكن السنة هي القوانين هي القوانين هي السنة الحاكمة في الأفعال ليست قوانين من معنى المادي كما فهمت مثلا الماركسية إلى آخر و لكنها المتصلة بإرادة الإنسان المريد الذي يريد أن يفعل فيستنسن لصلاحه أو يستنسن لفساده و من ثم فإن السنة فعل مفتوح بهذا المعنى العام نعم السنة يعني كفعل أو كقول أو كتعريف قرآني يعني الدلالات التي يأخذ هذا الفعل يعني في الواقع الأثر الذي يعني يشكله إعادة التعريف إعادة الوعي بحقيقة السنة نعم معناه تجاوز تلك التعريفات التي استقرت في بطون الكتب فعندما يقال أن السنة هي فعل أو إقرار أو قول قال به النبي و عندما نعيد تعريفها مرة أخرى و نقول أنها قوانين التاريخ و نقول أنها بمثابة إذا شبهناها بالمكانيكة مثلا علاقة بين ناقذ الحركة و الحركة نفسها فهي تنقل الفاعلية من التصورات الموجودة في القرآن إلى التاريخ هي كالعلاقة بينها و بين القرآن كالعلاقة ما بين القانون و الدستور و بالتالي هي الامتداد الحقيقي للقرآن و بهذا المعنى فهي امتداد هي نص مدمج في القرآن نفسه هي الترجمة الفاعلية للقرآن ليست هي شيء آخر خارج طار القرآن كما وصف الإمام الشافعي في رسالته و من ثم فإن القرآن دائما محتاج إلى السنة بمعنى أنه حتى إتحقق في التاريخ هو محتاج إلى السنة لكن لا قيمة للسنة بلا نص القرآن و من هنا لا يمكن أن يكون السنة قاضية على القرآن لأنها هي الفرح و القرآن هو الأصل جرح هذا القول في التاريخ يعني الأوزاعي السنة قاضية على الكتاب و الكتاب ليس بقاضي على السنة أعتقد أنه من قال تحتاج إلى مراجعة الأصل هو القرآن و الفرع هو السنة و عندما نقول أن الفرع حاكم على الأصل فإننا بذلك نهدم الأصل و عندما نهدم الأصل نهدم الفرع بالتبعية لن يكون هناك فرعون ولن يكون هناك أصل فالأصل هو أمر الله للإنسان مضمن في الكتاب وهذا الأمر يحتاج إلى طريقة ما للقيام به فيسن الناس المجتمعات عبر التاريخ مختلف السنن لما يحتاجونه من هداية القرآن في التاريخ بهذا المعنى فلا بد من فتح الباب أمام السنة ومراجعة تلك التعريفات التي استقرت والتي لم تنتج لنا سنة لم تنتج لنا حركة في حياتنا إلى خيره تعريف القرآن للسنة هو الآدق خذ مثلا تعريف القرآن للحديث وحديث الذي قاله النبي إذا ذهبت إلى القرآن لتبحث عن مفهوم الحديث فإن مفهوم الحديث في القرآن هو كلام الله بي حديث بعده بعض الله وآياته يؤمنون فالله هو المتحدث لكنهم خافوا من أن يقولوا أن القرآن هو حديث حتى لا يقع في الإشكال المشهور في الفكر الإسلامي في مسألة خلق القرآن لأنه كونه حديث معناها محدث جديد ومن ثم فإنهم سوف يذهبون مذهب المعتزل الذين كانوا يقولون بمسألة خلق القرآن إلى خيره وكان يمكن أن يجايبوا إجابة أخرى غير إجابة المعتزلة ويحتفظوا فكرة القرآن بأنه حديث وفي نفس الوقت يحتفظوا بفكرة أن الله متكلم في القدم وكلامه في القرآن جاء بإرادة منه عندما اقتضى الأمر أن يتكلم وفتكلم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إلى خيره فكان لهذا الإشكال الذي أثار الكثير من النقاشات ولا يثيره كان يمكن أن يحل والقرآن هو الحديث لكنهم ابتعدوا عن المصطلح القرآني في الأساس وخاضوا في تعريفات كانت وليدة البيئة العلمية بعناصر التي شكلتها الاجتماعية والمذهبية والفقهية إلى خيره هل بدأتم مشروع إعادة تدوين؟ والمراحل التي تتصورونها؟ نعم على الأقل في جماعة الإحياء والتيديد نشتغل على مفهوم إعادة تدوين الحديث مرة أخرى وإلى الآن انتهينا إلى ضرورة توضيح المنهج الذي يجب الاشتغال به لأن هذه المسألة ضرورية وحاسمة التي تحدث الفارق ما بين التدوين الأول وما بين التدوين الآخر المراد القيام به إن شاء الله فلابد من توضيح المنهج فهنا انتهينا إلى مقدمة نرجو أن تنشر في أكثر من 600 إلى 700 صفحة تناقش مناهج التي عمل عليها القدماء فيما يتصل بالرواية وجمعها والإشكالات التي كانت حاضرة والمناهج المخترحة والتي ذكرنا بعض قواعدها المتصلة بالسياق والاتساق والمتصلة بعبرة التاريخ إلى آخره ثم بعد ذلك شرعنا في التأكيد على همية هذا العمل فجمعنا الكثير من الروايات التي نظن أنها هي مخالفة في متونها للمتون القرآنية وللدلالة القرآنية ونأمل أن يكون هذا العمل عمل وقفي يشترك فيه كثير من أبناء هذه الأمة في داخل السودان وخارج السودان ونأمل أن يكون متجاوزا للأطر المذهبية هذه حتى يحدث قدر من الوحدة الفكرية التي ربما تحدث قدرا من الوحدة الاجتماعية والوحدة السياسية لأمة عذبت في صراعات المذهبية منذ اللحظة الأولى وإلى الآن نحن نقتل بعضنا البعض باسم هذه المذهبية ونغذي هذه المذهبية بالرواية بدأ المغذي الأول لهذه المذهبية في الأساس هو الرواية ولو أننا تواضعنا على رواية متسقة مع أصل نتفق عليه جميعا هو القرآن وما كان هذا أدعى إلى رفع الكثير من الخلافات التي تقع بين المسلمين على وشع العموم نعم تروح الميزوب شكرا جزيلا الله يكرمك شكرا إلى هنا مشاهدين الكرام وصنات هذه الحلقة هذه السلسلة حول مفهوم السنة ومراجعة الرواية والحديث حتى المنتقى نتوقعكم في أمان من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث من خلال توظيف المفهوم الخلدوني عن النشأة المستأنفة بمعنى القاطعة والاستمرارية معا يصلت هذا الكتاب ضوءا باهرا على عملية إعادة تأسيس الإسلام القرآني في إسلام حديثي طردا مع التحول من إسلام الرسالة إلى إسلام التاريخ ومن إسلام أم القرى إلى إسلام الفتوحات والخطورة لا تكمن فقط في هذه النقلة في المرجعية من القرآن إلى الحديث بل أيضا في تحول المكلف في الإسلام إلى ما يجبه الإنسان الآلي الذي لا يتحرك إلا بالنصوص التي تتحكم بشؤون حياته العامة والخاصة فمع فرضية الشافعي القائلة بأن الرسول لا ينطق إلا عن وحي حتى عندما لا ينطق بالقرآن أنزلت الأحاديث التي وضعت على لسان الرسول بعد وفاته منزلة الوحي وتوافق أهل الحديث والفقه على اعتبار السنة كالقرآن تشريعا إلهيا متعاليا ككل ما هو إلهي ومتعالي تحررت السنة وأحكامها من شروط المكان والزمان وهذا ما حكم على العقل العربي الإسلامي بالإنكفاء على نفسه وبالمراوحة في مكانه في تكرار لا نهاية له وهذا أيضا ما سد عليه الطريق إلى اكتشاف مفهوم التطور وجدلية التقدم وما يستدبعانه من تغيير في الأحكام الوضعية ذات المصدر البشري للإلهي وهذا ما أسسه أخيرا في ممانعة للحداثة تنذر في يومنا هذا بالتحول إلى ردة نحو قرون وسطى جديدة بهذا الكتاب الذي يرصد الآليات الداخلية لإقالة العقل في الإسلام يختتم المؤلف مشروع نقد نقد العقل العربي اشتركوا في القناة